في حوالي التقس توقعت اليوم مصالح الأرصاد الجوية عودة الأمطار يوم الجمعة المقبل على المناطق الوسطى والشرقية الساحلية منها والقرب الساحلية وأوضحت ذات المصالح أن الأمطار ستكون على شكل زخات مطرية رعضية خلال الليلة على المناطق الوسطى الشرقية وأضاف ذات المصدر أنه يرتقب تساقط بعض أثلوج على المرتفعات الوسطى الشرقية والغربية التي يزيد علوهها عن 1200 متر وهذا خلال الليل